السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على شفى المسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلم تسليمه كثير يا رب العالمين طيب دي قدامك دي صينية بتاعت فيها طعمية وفيها فول وفيها صلطة خضرة وفيها بيت وفيها جمنا ويضا هذي كان زي فطور كده دانا عملته طيب دي الطعمية انا بغلي فيها كده يا الله بكل الجهات مفروضتكم بنفس المساوبة التحمير يعني ما يكون جزء محمد وجزء ما محمد طيب اهم شي في قلية الطعمية يعني في تحمير الطعمية انه الزيت ما يكون كتير شديد ما يكون شوية خالص وبرده ما يكون حار شديد وما يكون بارد لو بارد طبعا الطعمية بتشرب الزيت وما بتتحمر كويس ولو حار شديد الطعمية بس بتكون لونها بتغير بفوق ببرا وبجوة بتكون شنو بتكون نية يعني معنى جيدة الزيت اللي سي بحمر والتحمير كان يعني لوني جميل جدا والطعمية طبعا هشها لانو انا قدت ليها قدت ليها باكم بودر لكن ما كترت الباكم بودر عشان ما قطيت فتفت مني طعمية يعني لسه انا بطلع فيها طبعا انا فرمت الطعمية وخليتها خطيتها فيها كياس وبحطها في التلاء يعني كل ما اكون دائرة حمر بطلع كيس واغليه اتفكه يعني من التجميد بتاعه يسيح وحمير دي الكمية تطلعت لي ولسه يدي كم واحدة في الطبع واركوا لها بعد شوية الكمية كانت جميلة جدا ها الطعمية طلعت لزيزة تحط له معانا يا هاده الطعمية خلاص انا حمرتها كلها ما شاء الله كمية كانت جميلة يعني كانت كفاية علينا واكتر كمان طيب ده عادينا الطعمية الانا سويته يعني وخرمته معه بصل ومعه التوم وبكدونيس ارجو نكن ترى مقايناتي واتسرك فيها دي سينية تانية فيها التبس وطعمية وصلة خضرة واسمك وشبت خضرة وكاتشوب طبعا ارجو نكن تدعموني وتدوني لايكات واشتركوا في الخرام والسلام عليكم ارجو نانسي قنقر